اشتركوا في القناة اهداف الدرس واحد قراءة النص قراءة خالية من الأخطاء اثنان الإجابة عن أسئلة الدرس ثلاثة تعرف معاني الكلمات الواردة في النص أربعة البحث في النص عن كلمات الدرس خمسة توصيل الكلمة بما يناسبها من المعاني ستة ترتيب الكلمات بحسب الحرف الأول سبعة استعمال ل في تكوين جمل استعمالا سليما هيا هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ معا قراءة نص الدرس في صباح يوم من أيام الشتاء الباردة أطلت أمينة من نافذة غرفتها فشاهدت السماء ملبدة بالسحب والغيوم فتخيلت نفسها تخاطب سحابة من تلك السحب وتحاورها قائلة ما قصتك أيتها السحابة الجميلة؟ السحابة تبدأ قصتي يا صديقتي من الماء وتنتهي إليه أمينة وكيف يكون هذا يا سحابة؟ السحابة حين تشرق الشمس تتبخر مياه المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات بالحرارة وأبدأ الخطوة الأولى من حياتي بخارا يحمله الهواء وعندما أرتفع إلى طبقات الجو العليا أتعرض للبرد فأصير سحابة تقودها الرياح حيث تشاء أمينة ومتى تتحولين إلى مطر؟ السحابة إذا كنت مملوئة ببخار الماء الكثيف ولامست جوا أكثر برودة أصير مطرا وأعود إلى الأرض ماء عذبا أسقي الحقول والبساتين فينبت الزرع وينمو ويصير ثمرا تأكلونه وعشبا ترعاه الماشية وأتجمع بالأودية والأنهار والبحار لأبدأ رحلة جديدة من حياتي أمينة ولماذا تختلف أشكال السحب؟ السحابة تختلف أشكال السحب باختلاف ارتفاعها فإذا كانت عالية جدا فإنها تشبه الريش الأبيض أما السحب المنخفضة فتكون مثل الصوف الأبيض على ظهر الخروف كما تساعد الرياح على تغيير شكل السحب لأنها تحركها من مكان إلى آخر أمينة متى تكون الغيوم داكنة اللون؟ السحابة تكون الغيوم داكنة اللون سوداء أو رمادية عندما تصبح كثيفة فلا يمر ضوء الشمس بين أجزائها أما السحب الرقيقة فتكون بيضاء اللون لأن ضوء الشمس يخترق أجزائها أمينة ولماذا نرى السحب حمراء اللون أحيانا عند الغروب؟ وهنا هبت ريح شديدة حملت السحابة بعيدا عن نافذة أمينة فلم تسمع إجابتها فما هو الجواب يا ترى؟ هل فكرتم؟ تريدون البحث؟ أحسنتم البحث والمطالعة تثري معلوماتنا أحسنتم يا أبطال إذن بهذا نكون انتهينا من قراءة نص درسنا لليوم والآن هيا نجيب عن الأسئلة الآتية متى دار الحوار بين أمينة والسحابة؟ أستخرج من النص ما يدل على فائدة المطر ومتى تكون السحب داكنة اللون؟ هيا يا أبطال لديكم الآن أربع دقائق قوموا بحل الأسئلة وسنرجع معا لمناقشتها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 هل أنتم مستعدون لنسمع معا إجاباتكم الجميلة فما هو جواب السؤال الأول الذي يقول متى دار الحوار بين أمينة والسحابة هيا اقرأوا إجاباتكم أسمعها نعم أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم لنرى الإجابة على السبورة في صباح يوم من أيام الشتاء الباردة أطلت أمينة من نافذة غرفتها فشاهدت السماء ملبدة بالسحب والغيوم فتخيلت نفسها تخاطب سحابة من تلك السحب أحسنتم بارك الله فيكم أبدأتم هيا إجابة السؤال الثاني أستخرج من النص ما يدل على فائدة المطر نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم يا أطال إذا كنت مملوئة ببخار الماء الكثيف ولامست جوا أكثر برودة أصير مطرا وأعود إلى الأرض ماء عذبا أسقي الحقول والبساتين فينبت الزرع وينمو ويصير ثمرا تأكلونه وعشبا ترعاه الماشية أحسنتم يا أطال بارك الله فيكم هيا السؤال الثالث هل أجبتم على السؤال؟ أحسنتم هيا لنرى الإجابات معا متى تكون السحب داكنة اللون هيا لنسترجع معا نص الدرس أحسنتم أنا أسمع الإجابة نعم إجابتك صحيحة بارك الله فيك إذن تكون الغيوم داكنة اللون سوداء أو رمادية عندما تصبح كثيفة فلا يمر ضوء الشمس بين أجزائها أحسنتم بارك الله فيكم درسنا جميل اليوم يذكرنا بمادة العلوم يحسنتم بارك الله فيكم هيا نتعلم قاموس الكلمات وكلمات جديدة سوف تضاف إلى قاموسنا العربي يحسنتم الكلمة ومعناها ملبدة تعلي تتكاثر فيها الغيوم وتتجمع أحسنتم تخاطب تعني تحادث بارك الله فيكم كثيف تعني كثير أحسنتم ماشية أبقار وأغنام أحسنتم عذب تعني حلو أحسنتم بارك الله فيكم هيا ننتقل الآن إلى التأمل ونتأمل الحوار الآتي السحابة تبدأ قصتي يا صديقتي من الماء وتنتهي إليه أمينة ومتى تتحولين إلى مطر؟ السحابة إذا كنت مملوئة ببخار الماء الكثيف ولمست جوا أكثر برودة أصير مطرا وأعود إلى الأرض ماء عذبا هيا معنا الآن نبحث في الحوار عما يأتي ركزوا معي كلمة تدل على صفة للماء إنها موجودة هنا في الحوار كلمتين متضادتين ماذا تعني كلمة متضادتين؟ عكس بعضهما أحسنتم هيا لنبحث في الحوار عن المطلوب لديكم الآن دقيقة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنا للسؤال الأول كلمة تدل على صفة للماء نعم أحسنتم سمعتوا الإجابة بارك الله فيكم عذبا أحسنتم كلمتين متضادتين نعم أحسنتم وأحسنتم تبدأ وتنتهي بارك الله فيكم يا أبطال هيا معا في التدريب التالي هيا نصل الكلمة التي تحتها خط في العمود ألف بمعناها في العمود باء هبت ريح شديدة فحملت السحابة بعيدا عن نافذة أمينة هبت أمينة من نومها نشيطة هبت الطالبة إلى مدرستها مبكرة هيا تكررت كلمة هبت ولكن معناها اختلف من جملة إلى أخرى ففي كل جملة اختلف المعنى لنفكر قليلا هبت ريح شديدة فحملت السحابة بعيدا عن نافذة أمينة هل تعني أسرعت نشطة أو هاجت أو استيقظت أحسنتم بارك الله فيكم هبت في هذه الجملة تعني هاجت أحسنتم الجملة الثانية هبت أمينة من نومها نشيطة ماذا تعني كلمة هبت في هذه الجملة إنها سهلة صحيح هيا هل تعني أسرعت نشطة أو تعني استيقظت لا تحتاج للتفكير أحسنتم بارك الله فيكم تعني استيقظت أحسنتم هبت الطالبة إلى مدرستها مبكرة تعني أسرعت نشطة بارك الله فيكم أحسنتم يا أبطال هيا ننتقل الآن إلى سؤال جديد نرتب الكلمات الآتية بحسب الحرف الأول نبت سمع بد حمل لديكم الآن دقيقة واحدة قوموا بترتيب الكلمات بحسب الحرف الأول وسنعود معا لرؤية الإجابة ترجمة نانسي قنقر مستعدة اشتركوا في القناة هيا ما هي اول كلمة هل هي نبتة او سمعة بدأ حملة لنرى الان اول كلمة هي بدأ احسنتم لانها تبدأ بحرف الباء بارك الله فيكم الكلمة الثانية هي حملة بارك الله فيكم كم طالب منكم كتب هاتان الكلمتان بطريقة صحيحة احسنتم بارك الله فيكم هيا اريد ان اسمع الاجابة الثالثة الكلمة الثالثة هي سمعة احسنتم سمعة والكلمة الرابعة هي نبتة بارك الله فيكم احسنتم يا ابطاء ننتقل الان الى السؤال التالي سؤال جميل جدا اكمل الجمل الاتية مستخدما كما في المثال تتحول السحابة الى مطر لتعود الى الارض ماء عذبا يحرث الفلاح الى الزرع يحمل الرجل المضلة نفسه من المطر فتحت النافذة الهواء الهواء هيا يا ابطل هل لديكم الاستطاعة لإكمال هذه الجمل بطريقة صحيحة احسنتم ولكن تذكروا استخدام ليه احسنتم هيا لديكم الان دقيقتان انا بانتظاركم اشتركوا في القناة 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 يحرث الفلاح الأرض ليجني الزرع أحسنتم يحمل الرجل المظلة ليحمي نفسه من المطر أحسنتم هل تحبون المطر؟ أنا أيضا أحب المطر جدا فتحت النافذة نعم أحسنتم لدخول الهواء أحسنتم بارك الله فيكم في أي فصل من فصول السنة يكون الهواء عليل فصل الربيع أحسنتم بارك الله فيكم هيا الآن أكمل ما يأتي مستخدما حين كما في المثال حين تشتد الحرارة يزداد تبخر الماء حين تغيب الشمس سنكمل وهنا سنكتب جملة جديدة تذكروا كلمات حين هيا لديكم دقيقتان وأنا هنا بانتظاركم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة هنا حين تغيب الشمس يزداد الظلام احسنتم بارك الله فيكم لأسمع اجاباتكم هنا ما هي الجملة التي كتبتموها احسنت جملتك رائعة بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك جملتك جميلة جدا لنرى الجملة هنا على السبورة حين يصيح الديك يستيقظ الناس احسنتم بارك الله فيكم يا أفضل اضعوا كل كلمة في المكان المناسب لها من الجمل الاتية صيفا شتاء ربيعا خريفا انها اسماء ماذا الفصول الاربع احسنتم واحد تخضر الاشجار وتتفتح الازهار احسنتم اجابة صحيحة ربيعا بارك الله فيكم تتساقط اوراق الاشجار متى خريفا احسنتم يخرج الناس الى شاطئ البحر الان في هذا الوقت من السنة صيفا احسنتم تنخفض حرارة الجو شتاءا بارك الله فيكم يا أبطال اذا هنا نرى الربيع الخريف الصيف والشتاء احسنتم ادخلوا الباء على الكلمات الملونة كما في المثال الاودية تتجمع الامطار بالاودية النجوم السماء مزينة المياه امتلأت البركة السماد يخلط الفلاح التربة العشب الارض مبسوطة هيا يا أبطال لديكم دقيقتان فقط قوموا بإدخال الباء كما في المثال على الكلمات وقوموا بإضافتها على الجملة أنا هنا أنتظر الإجابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا هل أنتم مستعدون لنرى الإجابات معا السماء مزينة بالنجوم أحسنتم بارك الله فيكم امتلأت البركة نعم 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 أحسنتم بارك الله فيكم امتلأت البركة بالمياه أحسنتم يخلط الفلاح التربة بالسماد أحسنتم يخلط الفلاح التربة بالسماد أحسنتم الأرض مبسوطة بالعش بأحسنتم بارك الله فيكم عمل أكثر من رائع بارك الله فيكم وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نراكم في دروس قادمة إلى اللقاء